هل الرياضة لها علاقة بالصحة العقلية؟ ده جداً الرياضة مفيدة مفيش مؤتمر ولا ولا دراسة تخلو من فوائد الرياضة أقل لها المشي على الأقل الإنسان يمشي كل ده بيساعد على الدورة الدموية توصل بشكل مباشر انتغذية المخ عبارة عن إيه؟ عن وصول الدورة الدموية بشكل مباشر للدماغ الرياضة بتعمل كده الرياضة بتخلي الإنسان يفرز الإندروفينات اللي هي بتساعد على التعافي من أي قلق ضغط مشاكل كل ده بتعمل له الرياضة فالموضوع كله متكامل حتى القدرات الروحانية اللي هو إزاي الإنسان يبقى متناسق مع القيم بتاعته مع الشغل بتاعه مع معاملة الناس كل حاجات دي كلها إحنا لو حطناها في الفعل لا هيحصل توازن هيحصل هنقدر نحنا نعيش الحياة بشكل أحسن طيب الإطرابات العقلية بقى إزاي الواحد بيقدر يصنفها يعني إحنا طبعا بنقولها كده جمل ضحك وهزار ما بينهم بعض لكن ساعات الناس بتبقى شايفة أن فيها ناس حوليها قد تكون فعلا بتتصرف تصرفات غير منطقية ومنبقاش عارفين ده بيتصرفوا كده من الضغط ولا هما فعلا يعني عندهم مشكلة مسلي هو الإطرابات العقلية جملة عامة وشاملة لكن إحنا بنقسلم الإطرابات الإطرابات لثلاث أصناف تماما... في إطرابات نفسية إطرابات عقلية وإطرابات شخصية فما نقدرش نقول إن الإطرابات العقلية إحنا بنشوفهم طوال الوقت ما بين لا، ممكن يكون حد مثلا الإطرابات النفسية زي الألق زي الاكتئاب زي الوسوص القهري الإطرابات العقلية طبعا هذه زي الفصام زي المرض العقلي اللي هي بنشوفها بتبقى محتاج للعلاج الدوائي الإطرابات الشخصية دي بنلاقي الشخصية اللي بتميل الاكتئاب الشخصية الهستيرية الشخصية الوسواسية فكل ده بيقعد تحت مظلة الاترابات النفسية ده معنى ان ده ضعف الصحة العقلية برضو ولا ملوش علاقة بص هي الصحة العقلية زي ما اتفقنا مع بعض احنا كلنا عندنا صحة عقلية بس المهارات والقدرات التي تندرج تحتها هي القدرات الجسمانية والنفسية والعقلية والروحانية زي ان المخ بيدي اشارات للحاجات دي طبعا 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 كل قدرة من دول بنبقى محتاجين ان احنا ندربها على انها مكتسبة الميزة انها مكتسبة يعني الزكاء فطري ممكن ما بنلعبش في نسب الزكاء قوي لكن بنحسن جودة القدرات زي مثلا التعلم السريع الانتباه الملاحظة الحاجات دي كلها احنا نقدر نتدرب عليها زمان مثلا كان فيه الكلمات المتقطعة كام حد النهار ده بيمسك مثلا بيلعب كلمات متقطعة معظم دي بتساعد على انها بتقلم من الزهايمر بتساعد على ان الجزء المتخصص في اللغة ان هو طول وقت يبقى بيتدرب نفسه كلام حدثتك مهم جدا في نقطة كمان كنا احنا دايما نسمعها كده من الناس دي قدراته ده اخر الكلمة دي مالهاش اساس من الصحة حتى لو بنسب بسيطة لكن فيه امكانية لحد مثلا تكون قدراته انت شايفها محدودة شوية لا هو عنده انه يدي بس محتاج اللي يوجهه هل هو قوي السؤال ده او الجملة دي لانه اشتركوا في القناة